مش هنروح بعيد نقرم من بعض شوية ونسهل على بعض هي كسة قهربة اللي اتفتحت من تاني واللي اتقال فيها كلام مهم في الفترة الاخيرة وانا عارف انك هتفيه ردود افعال كبيرة جدا على الكلام المهم اللي قاله الكابتن احمد شوبير واللي في البداية بالتأكيد وفي الفرصة دي لازم اباركله ونبارك لنفسنا على وجوده في بيته في البيت الكبير هنا في قناة النادي الاهلي من خلال دوره كحارس مهم جدا للنادي الاهلي لكن الكابتن شوبير لهم اتكلم في الملف ده قال كلام مهم جدا احنا النهاردة كمان هنكمل عليه بس هنكمل عليه بقى زي ما انتو عارفين في الترند ما بنتكلمش الا بالوصائق ولأول مرة بصوا لأول مرة ملف قرارات المحكمة الرياضية الدولية كاس هيتعرض معنا على شاشة قناة الاهلي عشان نعرف هو الكلام اللي اتقال هنا عبر شاشة قناة الاهلي كان بيتكلم بناء على مستند ولا لا لان الرد كان رد ايه في اطار الهري ما احنا النهاردة لو قيتنا في السوشيال ميديا اكيد هيكون جزء مننا النهاردة في بنامج الترند هنستعرض تلات مستندات في ملف من 85 ورقة فيما يقرب من 270 بند مليان تفاصيل توريلك ان المحكمة الرياضية لما قررت بتغريم قهربة دون ايقافه قررت ده بناع على ايه تعالوا نستعرض او نستعرض ايه اطلع بالمستند الاول اول حاجة معنا النهاردة ها قدامنا اول حاجة اه طيب بص كده على البند رقم 134 خدوا بالكم الورد اول مرة يطلع على شاشة قناة رياضية في مصر قدم الزماليخ خطاب صادر عن وليد العطار نائب المدير التنفيذي لاتحايد الكورة يؤكد ان العقد تم تسجيله في 7-9-2017 كام 7-9-2017 طيب هو العقد كان توقيعه امتى في 14 يوليو 2016 انزل ها قدامك هم الكلام مترجا بالضبط تبقى للبنود اللي موجودة في حيثيات المحكمة الرياضية الدولية طيب انزل كده للمادة 135 مادة 135 ده بقى دي قناعة المحكمة الرياضية الدولية قالت لك ايه ترى اللجنة ان هناك حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالتاريخ الفعلي لتسجيل العقد يعني المحكمة عندها قناعة كاملة وتم ان التاريخ الفعلي لتسجيل العقد مش مصبوط ولكن الخطاب اللي تم ارساله في عهد اللجنة الثلاثية اللي كان وقتها رئيس اللجنة الثلاثية المهندس احمد مجاهد خلى نائب المدير التنفيذي دكتور وليد العطار يرسل خطاب للمحكمة الرياضية بيقول فيه ان العقد تم تسجيله في سبعة تسعة طيب عايز ارحلكم كمان لمادة جديدة وبند جديد نارده البنود معنا كتير والكلام كتير وفيه تفاصيل بقول لكم هتسمعوها لأول مرة طيب مدى 134 اوكي المدى 135 اوكي تعال بقى كمان للمدى 222 المدى 222 بتقول لك بقى ايه اللجنة مقتنعة بالفعل ركزوا في المدى اللي جاية معايا دي بقى والصورة قدامكم على الشاشة وتقدر السوشيال ميديا تاخد سكرين شوت الكل البيانات اللي بتطلح المدى 222 بتقول ايه اللجنة مقتنعة بالفعل بقى الناس زمالك بقى الناس زمالك ساهم من خلال سلوكه في الوضع الذي ادى الى الاخلال التعاقدي من جانب اللعب ان الزمالك هو اللي ساهم في الاخلال بداه وسوف تنظر اللجنة في هذا الامر على نحو الواجب عند تقييم العواقب المالية للاخلال ومجدار التعويض المستحق وهذه نبالكم من الكلام مين اللي ساهم ومين اللي وصل المرحلة التعاقد بالشكل ده اللجنة مقتنعة عن الزمالك السبب الزمالك السبب لانهما راحوا لفكرة خطاب اتحاد الكورة راحوا لفكرة العقد وتاريخ التوقية راحوا لفكرة خطاب التوصيق وتسجيل العقد راحوا لفكرة الزمالك لما اعلن على الموقع الرسمي من خلال حساباته على السوشيال ميديا بيعلن في 2018 طب لما القهربة بعت للزمالك وعايز انتظم في التدريبات ما كانش الزمالك بيرد عليه تخيلوا طب لما كان القهربة عايز يبعط ايميلات للزمالك من خلال ايميل الرسم المعتمد من الزمالك للفيفا ما كانش الزمالك بعت الايميل السليم ده كلام مكتوف في حيثيات المحكمة الرئيادة الدولية طب تعالوا بقى للجزء اللي جيدة مادة 223 درست اللجنة بعناية كل الظروف المتاحة في هذا الموضوع ليتم تحديد التعويض بمبلغ 2 مليون دولار بينما طالب الزمالك في الاصل بكان بقى 9 مليون دولار للتعويض امام لجنة التحكيم وبعد تحديد اضرار الزمالك ومقدار التعويض عن خرق التعاقد من حيث المبدأ تم التواصل ان يكون التعاقد او التعويض المال يكون في الرقم ده نتيجة الخطاب اللي اتبعت من اتحاد القورة على فكرة كهربا كان اخطر الزمالك في 9 يناير وفي 20 يونيو 2019 بشأن ازمة العقد التاني لكن الزمالك مردش كهربا لا اخطر بس الزمالك مردش وبرر الزمالك عدم الرد بحجة انه تم الارسال على عنوان بريد الكتروني ليس هو العنوان الرسمي ولكن الهيئة في الكاس في المحكمة الرياضية لما بحثت في الامر اكتشفت ده المحكمة الرياضية اللي اكتشفت ايه بقى انه تم ارسال قرار الاستيناف بالزمالك على نفس عنوان البريد الكتروني اللي الزمالك بيقولك مش بتاعي وده كان في امتى في 28 29 20 20 وكان دايما نفس البريد الكتروني ده اللي هو الايميل كان الزمالك بيستخدمه مع الفيف عشان تعرف انه قهربا لما كان بيخاطب الزمالك تبقى للإيميلات دي كان دا من ما بتردش عليه ويتقالك قصة الإيميل ده مش بتاعنا لكن للأسف جيخصة باتحاد الكورة فصل القضية بالشكل اللي انتو شايفينه عموما ده بشكل عام ملف القضية اللي فيه تفاصيل كتيرة قبل ما اختن في الجزئية دي عايزة برضا اروح لكم في جزئية جميلة جدا وهنا بنتكلم في بند المادة 210 اتقالك ايه الزمالك وبخ او بعد خطاب انذار لمحمود قهربا والخطاب دا كان غير مؤرخ لعدم حضوره للتدريبات وهلا اصبح لدخلنا في مرحلة خلاف تعقودي وكده اعتبارا من 17-6-2019 وامر بالحضور لمعستر تدريبي اعتبارا من 25-6-2019 الزمالك بعيد دا للمحكمة الرياضية فالمحكمة طلبت من الزمالك ما يفيد اللي انت بعدت لللاعب بتلزمه ان يلتزم باتفاقات او بالامور التعاقدية عشان يلتزم بالتدريبات ويكون موجود معاك في التدريبات تبقى للتعاقد اللي انت سجلته بعد كده لكن تخيلوا ان الزمالك ما قدرش يقدم اي دليل على ان اللاعب تم توجيهه لحضور الدورات التدريبية او التدريبات من 17-6-2019 تخيلوا يعني انت عندك عقد وموسك عقد في توقيت قانوني وبعت للمحكمة الرياضية وبتشتكي للفيفا اثبت بقى اللي انت بعدت لللاعب وبتلطوب منه ان يلتزم في التدريبات ما قدرتش تطلب منه بل بالعكس قهرباء يقدر يثبت انه بعت للزمالك كذا مرة عن طريق الايميالات وزي ماك قال لك اصل الايميالات دي مش بتاعتي ما ليش علقة به الكاس لما بحثت وحققت في القضية لقيت ان دي ايميالات ندي الزمالك يبقى بالتالي لقضية كلها على بعضها وشغل المحامي التونسي الاستاذ علي العباسي كان شغل بروفيشنال بنسبة 100% ولكن للأسف في عهد اللجنة الثلاثية وفي عهد اتحاد الكرة في 2017 تم تسجيل تعاقد وتوصيقه وارسال مستند رسمي المحكمة الردية اكيد بتتعامل مع الاتحادات الوطنية لانها اتحادات محايدة ليست او لا تعمل لطرف على حساب طرف اخر عشان كده في النهاية القضية طلعت بالشكل اللي انتو شايفين اذا كلام اللي اتقال في قناة الاهلي والكلام دايما اللي احنا بنقوله ببنقولش كلام في الهوى ده بيبقى من مستندات اللي عنده اي حاجة عكس اللي احنا قلناها من واقع مستندات المحكمة الردية اهلا وسهلا بيه بس الملف ده من 85 ورقة مليان تفاصيل انا ما قلتش منه بس دلوقتي غير 10% ليه؟ عشان عندنا بطولة مهمة والملف للأسف خلاص اتقفل لكن التاريخ عمره ما هينسى اللي حصل ده لان التاريخ دايما بيفضل محافظ على الحقيقة اي حاجة تانية بتبقى للأسف في اطار الفرقعة الاعلامية والمؤامات والحسابات والمصالح الشخصية